طلبت الخارجية والروسية الغرب بالتوقف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة ورعاية ما اسمته النشاط الإرهابية إذا أرادت إرسال إشارة بأنها جد في السعي لإنهاء الحرب وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في تصريح صحفي الجمعة أن خطة السلامة التي طرحها الرئيس الأوكراني فولاديمير زلنسكي لا علاقة لها بتسويات السرع معتبرة أن تسوية الدبلوماسية مرهونة بوقف الغرب تزويد كييف بالأسلحة بمجرد أن يتوقف عن تزويد نظام كييف بالأسلحة ورعاية الأنشطة الإرهابية يمكن اعتبارها إشارة للتسوية السياسية والدبلوماسية كل شيء آخر عدى ذلك إما عبر تعزيز العلاقات المناهضة لروسيا مع الغرب أو محاولة جذب أعضاء آخرين من المجتمع الدولي إلى مخططتهم المتهورة أو عناصر من برنامج الانتخابات الحالي للبيت الأبيض إذا جاز القول أو مناورة في الواقع ليس لهذا أي علاقة بالسلام